شوفنا في الجزء الاولاني الطرية الاولانية من ان احنا نعمل حاجة زي الشيدر اللي احنا شغالين بي ده. الحقيقة في طريقة كمان اه حابب ان انا اقولها وانت حر يعني ممكن توظفها اه زي ما انت حابب. دلوقتي احنا في المرة الاولانية او في الطرية الاولانية احنا احنا اشتغلنا على واشتغلنا كمان على تمام? طيب. ام يعني ام يعني افاجئكو شوية لو جيت عملت كده وقمت جاي شايل دي بالمنظر ده كده. جميل. شوفت انتو الليار دي. انا هفك دي كده. وهاخد دي احطها هنا ووديها على طول الاسبيكيولر. تمام? اما هنا فانا مش هعمل اي خالص. تمام? دي كده راحت في نفس الوقت. دي نفس المابة دي هات كنترول تمام? فيما معناه ان انا قبل الماب دي يعني لو جينا نبص على الماب دي شكلها عامل ازاي? طبعا احنا ممكن نزبط كل واحدة على حدة. يعني فيما معناه ان انا ممكن اروح لكل واحدة من دول. وازبطها لوحدها واخد اللي انا عايزه. لكن بما اني هنا انا مرتاح للكنترست اللي بين اللي يارزوا بعضها. فانا ممكن ببساطة احط رامب فلوت. وممكن كنت احط كلام بس انا حابب ازرف. هقول له هنا انسيرت افتر ايمبوت. هقول له اول. تمام? اول ليه? لانها تتحكم في كله. تمام? هنيجي هنا عن رامب فلوت دي. رايت كلاك وهم اقايل له ريسات. وكل الحكاية بس ان انا هرفع. دي. الميزة في الحركة اللي انا عملتها دي ان انا احتفظت بالكنترست اللي بين اللي يارز وبعضها. لو انا خدت دي ودتها هنا كده. حلاق الدنيا بالمنظر اللي احنا شايفين ده. كمان? ممكن كمان انا ارفع دي كده. هاخد الشكل ده. كده بالمناسبة حتة ده مبدأ. هيبقى مبدأ سابط تقريبا على طول. حتة بتاع مع الكالر اللي اتنين دول مرتبطين مع بعض. لان نفس النظرية دي هي شغال فيها. انت لو انت روحت للفيراي بتلاقي عندك السلط بتاع الرفليكشن. السلط ده ماسك حاجتين. جنب الكالر ماسك حاجتين. ماسك الكالر وماسك السترينجز. لان الاتنين فعلا مرتبطين ببعض ارتباط واسط جدا. الكالر بتاع مرتبط بالسترينجز. ما كان ما يبقى في كالر فاتح في عالي ما كان ما يبقى في كالر غامق. اي ان كان الكالر فيه او ما فيش فهي نفس النظرية دي اللي انا اللي انا عملتها هنا. او نفس حركة دي هي اللي انا عملتها هنا هنا اه موضوع الروفنس ممكن تبقى reliefative ممكن تبقى ó more ارجع ابص عليها بصة سريعة. ونخلي بنا مش مرتبطة ارتباط وصيق مع الحكاية بتاعة هي كل حاجة لوحدها انا لو رفعت دي كده. اشتركوا في القناة زي ما احنا شايفين من خير ادي بتاع بتاعتنا. تمام? ببساطة قادر ان انا اعدل فيها زي ما انا عايز لو رفعت كده كده انا رايح رايح للشكل اللي هو زي بتاع الكروم. اما كده فافتكر ان انا هاخد الشكل الاسمر شوية. هنيجي هنا وهرفحها شوية وهنا الحاجة الاخيرة هقوم رايح هنا لامج. وفي الامج دي هحط هاي حاجة فيها ممكن حاجة زي دي. نبص بس عليها هنا الاول افتكر محتاجة بتاع اتنين تلاتة طايلنج. تمام? وهنروح ل على فكرة ممكن ما تنفعش. فهنروح ل اه كومبليمت. افتكر يعني لو رامب فلوت. ما نفعش. افتكر الظريفة فهناخد هناخد دي هنا كده. وهروح هنا ل ودي هتبقى هنزود الالفط على وهنخلي دي اد. اه ممكن اد. ممكن نيجيت. افتكر يا محتاجة. محتاجة. محتاجة color correction. هنا. مش قوي. بس. مش عارف ات بقى تبقى كويسة ولا نيجيشن. تبقى افضل. متعالي هنحتاج point هنا كمان. بس هنريسد ده الاول. لان اه انا عايزها لينيير. تمام. تمام. انا بدأت تظهر. قلنا مش عارف اعرف على الspeكولر قوي علشان. انا افتكر كيف تبقى. خلالي هنشف كوامل. كوامل. نشف كوامل. بس. لقد مستمر. ترجمة نانسي قنقر هناخد دي بقى ونبص كده على نتيجة كويسة تمام طبعا انا لفيت الكاميرا علشان اشوف من مختلف الاتجاهات الدنيا عندي هيبقى شكلها عامل ازاي شكلها عامل ازاي زي ما هنشايفين السكراتشات والحاجات دي شكلها برضو عايز اعرف هيبقى شكلها عامل ازاي سواء من الاتجاه ده تمام حتى لو انا قربت قوي هنا انا افتكار الشدر بصراحة شكله اا كويس جدا يعني تمامنا احنا جينا اقربنا اوي حتى كده عايز اخذ الكليبر هنا حتى لو وقفناك كده يعني افتكار احنا عمالين نلف ونروح ونيجي ومن كزا اتجاه والحمد لله الشدر شكله اا جميل جدا تمام حال فاضل ان احنا نتكلم على البامب فاضل نتكلم على البامب البامب الشدر بتاعه هيبقى بسيطة انا راح اعمل ايه الشدر بتاعه هيبقى بسيط قوي تمام لو رحنا ضغطنا هنا كده وروحنا هنا على open network مش احتاج على فكرة الا الامج اللي انا استخدمتها في الدواير دي تمام والامج الاخيرة اللي هي بتاعت الكومبليمنت اللي هي اللي هي دي تمام اللي هي دي بس دي هستخدمها على وضعها يعني انا مش هعمل لها invert ولا حاجة الاول بس نروح نجيب اا بامب تو دي ونحطها هنا هنا وانا واقف هنا كده بالمرة هقوم مش كده مش كده مش كده او ااخد الايمج جاية دي واقوم حططها هنا كبامب هيبقى معها مين? هيبقى معها الايمج الاولانية خالص اللي كانت اللي احنا استخدمناها في 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 الكالر تمام? ناخد دي انا لو بلعب نشان مش هعمل كده تمام? وانا رايح فين بقى? المفترض ان انا هعمل لير لير كده اللير دي فيها دي كده هتبقى لير وان وعندي اللي في البامب ده هي اللي هي دي دي كده هتبقى لير لو خدنا اللير شيدر ده حطناه هنا كده وروحنا هنا وروحنا فاتحين ليير دو وليير دو دي هتبقى هنلاقيها بالمنزر ده على فكرة هو هي مش باينة بس هي موجودة يعني لو دقنا بس شوية اهي تمام? طيب دول دول هيروحوا هنا للبامب ماب والاخت دي هتروح هنا للشيدر ودي هتطلع هنا اهو طبعا البامب يحتاجي لان هنلاقي اتحفر تمام? ده كده مش بامب ونشوف دي كده النتيجة بتاعتنا بعد البامب آآ ممكن لو حبينا نزوده سنة انا مش عايز بقى اعمل الرندر على كل على كلها انا بس عايز اعمل حتى ولا ولا حتى قريبة من عندنا كده بحيث بقى شايف بس ادني شكلها عامل ازاي وافتكر ان كده معقول جدا لو علي علينا اكتر من كده هيبقى الموضوع هيبقى الموضوع وده مش ظريف طب احنا كده خلصنا من ده نخش على البلاك آآ البلاك ميتل تمام كنترول اس وكيريت شيدر ارنول شيدر نيتورك ونحدفه على الجزء اللي في النص مش هتكلم بقى ده كتير قوي ايه هو مش مستاهل اصلا هو برضو نفس الموضوع تمام وكل ما في الموضوع انا هنا اصلا مش محتاج ان انا اعمل يعني كل انا هعمله بس ان انا هحط آآ ميكس آآ تمام حتى مش يعني 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 ماشي ماشي وده هيبقى افتح سلمة ان احنا حتى ودينا الميكس ده كده واخدنا آآ امج تمام ولتكن امج زي آآ حاجة زي دي لينا ايه دي عشان بس يبقى فيه تداخل مش اكتر تمام مش هعمل لها تايلنج هي تايلنج بتاعها كويس انا بس كل حكاية ده انا هحطها كميكس اماونت وهاخد دي احطها هنا كده اما اهو ده اللي انا محتاجه من اه منها اصلا فهروح لدي وهقوم حاضطها تمام اوديها هنا تمام وهي هيها هقوم حاضطها لسبيكولر سبيكولر كالر كالر تمام ده هيبقى زيرو كالعادة آآ وبما اني حطتها هنا فانا هروح ل رامب فلوت وقالت 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 ايه نفسي يجيب لي دي هنا كده تمام و افتكر سبيكولر هتبقى بانتح لين كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة جميل لو احنا عايزين بس شوية اكتر بس انا مفتكرش ان هعمل فيها حاجة تانية اكتر من كده غير اني هروح هاخد اميج تمام هاخد بس انا مش عايز يبقى اه يبقى فيه كوندرست عالية قوي اميج اميج كده جميل كده جميل احنا عايزين كمان حاجة معرفة نسمع لش استحملوني شوية لو رحنا خدنا الاكويفلنت في الماكس في الفي راي هي هنا اللي هي تمام فلو خدت وروحت جاي بس عاملة هنا كده هو ده اللي هتعمله يعني انا لو جينا نبص كده عشان بالزبط ان هو ده اللي هتعمل هنا هيبقى وهنا هيبقى فلو احنا عملنا كده هنلاقيها بالمنظر ده بس بتعتمد على زاوية رؤيتك من الكاميرا يعني انت شايفه منين هل انت شايفه من هنا هل انت شايفه من هنا لكن هي ملهاش دعوة بتاعته عاملة ازاي اه هو ده الصح ان احنا نمشيها كده او ده الصح تمام حابب انت تمشيها دبعة تمام ونفس القصة بالزبط حط بعدها ووديها وهاتها زي ما انت عايز انا بس حبيت اقول دي بجماعي يعني بما ان اه بما انها جت فقلنا نقولها بس اعايز يبقى فيه جميل دي ظروفها ايه دي احنا لو رحنا كده وحطينا هنا لير لير كالر انا قصتي كلها مع الروفنس مع ان انا ممكن اعمل اه شيدر تاني وخليه الروفنس بزاعته اقل وحط الاتنين جوالير وتبقى دي اه اللي هي الالفا الالفا ماسك لكن عشان ما طولش بس عليكم لكن احنا عملناها قبل كده بنفس الطريقة دي حطينا اتنين شيدر في ال بتاع بتاعك الاسد تمام وكب بنفس الطريقة فمش عايز اتكرارها تاني يعني عايز اتكلم على اه على اه تكنيك تكنيك تاني او تبقى دي تبع الروفنس تمام ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هنا. انا عايز جميل. بقيت دي. نجرب بقى لا. لا. ماشي. تمام? هاتمشي. لا. برضو ان اد ودت لي هناك. لا دي لا. خالص يعني. هنا هتبقى. هنا احنا ممكن احنا نزبط الكنترست باعتها شوية بالزبط كده. اصبح هنا هيبقى فيه طول ما انت رايح هنا لو احنا زقنا او جبنا دي هنا كده. انا عايزة عند قرب ما توصل تسعين درجة. يعني مسلا عند الحتة دي. يبقى هي كده. هنا هنا فيه تمام? لو ودينا دي ودناها عند ودينا دي خدناها هنا كده هنشوف الفرقة. اهو. هنا انا عندي رف طول ما انت رايح الناحية التانية. انت بتروح لتسعين آآ التسعين درجة فالروفنس بتقل فبالتالي بتزيد. يعني احنا ممكن ببساطة ان احنا نتحكم فين الروفنس. لو انا خط دي وزقتها كده. اهو فانا هزق دي شوية خط دي كده. فافتكر كده آآ الرياليزم التاحها اعلى بكتير. اوي. طيب. نيجي بعد كده على البامب البامب هحط آآ نويز بس هحط اللي هو نفسي نزله في ارنولد آآ نويزز زي سينما. سينما النويز بتاعها جبار يعني جبار. انا كنت رفعت صورة عندي على البروفايل على شكل النويزز والباترن بتاع كل واحد فيهم عامل ازاي? مية ايه بس? حاجة كده مسلا. تمام. وهاخد آآ النويز العادي. بتاع ارنولد. ووديه هنا. ومش عارف. تمام. آآ ممكن ندي شوية ممكن ندي بس هنا بقى هيبقى ده. حاجة كده مسلا. هناخد لير. حط دول. وناخد ده كلاير وان. وناخد ده كلاير دو. ونودي ده هنا كده. ونروح لير. شيدر وانخالي دي بو ون. وآآ آآ 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 نيجي هنا هنا على وناخد هنا على وقلق على طول. كتير كمان. ونزيله ده. استنى كده لما يخلص عشان نشوف الثانية ظروفها ايه. خلصنا كده من الجزء اللي في النص. تمام? آآ آآ ما في سكرش ان هعمل فيه آآ مش هعمل فيه حاجة داني. نتنقل بقى في المحاضرة اللي جاية على طول على ان احنا ازاي نعمل الجزء بتاع الكليبرز. لان الجزء بتاع الكليبر الخامة ما فيهاش حاجة بس انا يعني عايز اتكلم على آآ كم حاجة كده عشان نحط في الأماكن بتاعه وآآ آآ آآ ازاي ان احنا نحط هنا آآ آآ ماب لان الماتلة في الارنولد مش حلو زي سينما يعني السينما الدنيا فيه بسيطة قوي آآ 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 ألفا وبترمي خمات وربع دها ارنولد يعني آآ آآ مش زاي هو ما فيش حاجه فيه الدنيا تمام وكل حاجة بس هو مش بنفس السهولة بتاعت آآ 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 بتاعت بتاعت السينما. اشوف كم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله.